هذا الرجل الذي أدار السياسة العالمية وليست سياسة الكويت فقط دار السياسة العالمية سنوات طويلة يحترم كل الرؤساء العالم شفتم ميركل لما شافته شو مفزت وقامت تركض عن سلمة أنا دكتوري لما سلم عليه لقيت يرجف وهو يسلم عن صاحب السمو فاستغربت قلت له إحنا ماشيين شفيك ليش رعبت وانت تسلم عليه قال لي انتي عارفة أنا قلت أسلم على منه وقال لي هذا أهم سياسي في العالم انتي شفتي ترامبو شقال عنه شفتي أوباما شقال عنه شفتي ميركل لهم سووا سيرج وجامع كلام رؤساء العالم عن هذا الدبلوماسي الأمير الحكيم اللي قاد كثير من المشاكل في المنطقة كلها وأدارها بحكمة وبروية وبعلاج عدت عليه بدون أي أضرار تضر المنطقة موسيقى 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 موسيقى